18 مليار ريال يمني في حوزة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات كيف حدث ذلك؟ فبحسب المصادر أقدمت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي أمس الأربعاء على السيطرة على أربع حاويات في ميناء عدن تحمل 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي اليمني على إثر ذلك أوقف الميناء أعماله وأختر السفن الرأسية والقادمة بتوقف العمل إلى أجل غير مسمى احتجاجا على عملية الاقتحام والسطو على الأموال متحدث المجلس الانتقالي نزار هيثم أعلن أن قيادة المجلس أصدرت توجيهات بإعادة الأموال وتسليمها للقوات السعودية التي تقود عمليات التحالف في العاصمة المؤقتة عدن وأضاف أن رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وجه بتسليم الأموال إلى القوات السعودية تجنبا لتسليمها للحكومة الشرعية التي وصفها بأنها مجموعة الفساد لكن حتى الآن لا يوجد مصدر أعلن تسلم هذا المبلغ المالي لا الحكومة الشرعية ولا السعودية التي استطاعت الضغط على الرئيس هادي لتوقيع اتفاق الرياض لكنها عجزت عن ممارسة أي ضغوط على المجلس الانتقالي الذي ما زالت قواته متمركزة في أماكنها بعدن وتمارس نفوذها الكامل وعلى ما يبدو فإن هناك رضا سعوديا بل رعاية لهذه الخطوة لأن الموانئ تحت إدارة القوات السعودية المتواجدة في عدن فكيف سمحت لأفراد الحزام الأمني للسيطرة على هذه الأموال؟ ربما أرادت إيصال رسالة إلى الداخل والخارج بأن الانتقالي ما زال هو الحاكم حتى بعد اتفاق الرياض وأن وجود الحكومة عبارة عن وجود شكلي للاعب دور بسيط في مساحة الهامش